السيدات والسادة مساء الخير في كل عام تنظم مصر أو تستضيف العديد من الفعاليات السينمائية مهرجان القاهرة الدولي للسينما مهرجان الأفلام القصيرة مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية مهرجان الإسكندرية لسينما البحر المتوسط ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية هذا عدا فعاليات السينما الأوروبية وسينما المرأة وغيرها ووسط كل هذا الزخم الاحتفالي الكبير ومع كل مهرجان يعود السؤال أين السينما المصرية؟ أين نحن من التقدم الكبير والإنتاج الغزير والمتنوع الذي يشهده فن السينما في العالم؟ أين انتاجنا السينمائي كما ونوعا الذي يليق بتاريخ السينما المصرية الرائدة في المنطقة وفي العالم؟ في الثمانينيات كانت هناك دور للعرض السينمائي تنتشر بطول مصر وعرضها كان هناك نحو 120 فيلم تعرض في أكثر من 500 دار عرض الآن هناك مدن بالمحافظات مصرية كاملة لا توجد بها دار عرض واحدة اليوم نحن للصديف مخرج كبير ينتمي للجيل الذهبي الذي أسس طيارا جديدا للسينما الواقعية في بلدنا لنسأل هل المهرجانات وحدها تكفي لنهضة السينما؟ أين الأصوات السينمائية الجديدة؟ الكتاب والمخرجين والمنتجين والنجوم الشباب؟ اليوم حديثنا من مصر عن السينما عن شريط التاريخ عن حكايات الناس وذاكرة الحضارة عن الشاشة الكبيرة التي يرى المجتمع فيها نفسه عن السينما المصرية وأحوالها حديثنا اليوم أهلا بكم ترجمة نانسي قنقر